أهلا بكم في فيديو جديد مع حلقة مميزة جداً هنتكلم فيها عن خمس تطبيقات على متجر أبل وفيهم حاجات من بره متجر أبل ولكن تطبيقات مجانية 100% وتطبيقات بتقدم لك يعني أفكار مختلفة زي ما نشوف في حالة النهاردة خلينا نبدأ بأول تطبيق معنا النهاردة وهو Disk View وده تطبيق مجاني تماماً ولسه جديد وتعودوا أي تطبيق مجاني جديد وشايفوا مجاني 100% على طول وادخل نزله بعد ما بتنزل التطبيق أنت كده بتحفظ حقك في أن التطبيق ده يعني لو تغير سعره وبقى مدفوع أنت خلاص كده كأنك اشتريته فعشان كده التطبيقات المفيدة اللي بتكون مجانية ادخل ونزلها حتى لو أنت هتحزفها بعد ما تنزلها على طول أو حتى مش هتكمل تنزلها مجرد ما بتضغط على إنستول أو تنزيل من هنا أول ما يبدأ ينزل كده كأنك اشتريته لو تغير سعره فدي حاجة طبعاً ممتازة جداً بعد ما تفتح التطبيق بيشتغل معاك في مينيو بار وبيظهر لك السعة المتبقية للهاردات اللي أنت بتستخدم الهارد الداخلي بتاع الماك متبقي عندي حوالي أو مستهلك من الهارد 160 جيجا من 245 وكمان الـ NVMe اللي هو الـ SSD الخارجي متبقي تقريباً حوالي 400 جيجا من الـ 1 تيرا فتطبيق ظريف ولطيف وكمان هنا ممكن تعمل نافذة عائمة من التطبيق بالشكل ده لو أنت حابب فلو أنت مش حابب تقدر هنا وتلغيها وتستخدمه بس في المينيو بار يعني تطبيق خفيف ولطيف طبعاً كل الروابط دي هتكون تحت في الـ Description وتاني تطبيق معانا مميز جداً للناس اللي بتحب تغيير الخلفيات على نظام ماك التطبيق ده هيفرق معك جداً وأنصحك على طول تدخل تشتريه بالمجان على جام روت هتدخل على اللينك ده بعد جدا هتضغط على جتئة Now for Mac وبعد جدا هفتح لك صفحة التطبيق على جام روت هتيجي هنا تحط مبلغ صفر لو أنت حابب تدعم المطور ممكن تحط 1 دولار 2 دولار 3 دولار زي ما أنت حابب وتشتري التطبيق بالمجان بعد كده بتجيلك رسالة بالشكل ده مثلاً كده هتلاقي أن تقدر تنزل التطبيق وتستخدمه بعد ما بنزل التطبيق هتلاقيه بيصغير لك بالشكل ده هنضغط هنا ونضغط أمبرا هو طبعاً التطبيق اسمه أمبرا فهتيجي هنا هتلاقي أن انت بتقدر تغير ما بين الواضع الليلي والواضع النهاري بالشكل ده للتطبيق وهتلاقي هنا بقى لو أنت بتحب الخلفيات على الماك فهتيجي هنا تضغط على أنس بلاش دي خلفيات لايت دي خلفيات دارك طبعاً هنا عندك إعدادات كتيرة تقدر تخصصها ولكن احنا جئين هنا بس عشان نشوف إزاي ممكن ننزل الخلفيات دي على الماك دي خلفيات كتيرة جداً أي خلفية من الخلفيات دي تقدر تنزلها ويكون مثلاً الخلفية دي ممكن نعمل بريفيو على طول هتنزل وتتغير معانا حاجة محترمة جداً جداً وتطبيق استاهل أنه يكون موجود عندك على الماك طبعاً عملت بريفيو للخلفية ولكن انت لعاستعمل ست بتضغط هنا بوس بالشكل ده فيقوم على طول مثبتها عندك على الماك صراحة تطبيق ظريف جداً جداً ومجاني احفظ حقك في أنك تنزله بالمجان أو أنك تدعم المطور عن طريق جمرود وتالت تطبيق معانا هو ماوس جاجلر والتطبيق ده فكرته أنه بيحاكي حركة الماوس يعني كأنك بالضبط ماسك الماوس وعملت هز الماوس كده أو بتتحرك بالماوس كتير وده بيخلي الماك عندك ما يدخلش في وضع النوم وكمان الشاشة تفضل أيداً أو يعني مضيئة على طول فتي طبعاً حاجة ممتازة جداً وده يخليك مثلاً لو أنت بتشوف محتوى لو أنت بتعمل شغل بتعمل حاجة الشاشة متطفيش وعلى طول مستيقظة كمان لما بتنزل التطبيق وتشغلوا بالشكل ده بيشتغل في المينيو بار بشكل ظريف جداً والتطبيق لسه جديد أنصحكم أنكم تنزلوه حتى لو أنتوا مش هتستخدموا بعد كده عشان تحفظوا حقكم كأنك اشتريت التطبيق هتلاقى عندك هنا عددات صراحة جميلة جداً ممكن تعمل تايمر أنه يقفل أو يوقف التطبيق يعني بعد فترة معينة أنت بتحددها كم ساعة مثلاً عندك هنا برضو السايلنت مود عندك هنا برضو ممكن لو أنت بستخدم ماكبوك ببطارية ممكن تقوله لما البطارية بتاعت الماك توصل مثلاً عشرة في المية وقف لي تطبيق موس ججلر عشان حركة الموس الكتيرة دي بتاخد من بطارية الجهاز ويقلل يعني من استلاك البطارية ولكن أنت لو بتستخدم يعني الماك ميني مثلاً أو الماك ستيديو أعتقد ده مش يبقى فارق معاك وممكن يفيدك بشكل كبير ورابع تطبيق معانا للناس اللي بتحب تسمع بودكاست وهو بوكت كاست والتطبيق ده أنا رشحته قبل كده أكتر من مرة وبشتغل للماك وللويندوز وكمان للاندرويد والايفون لو ضغطت هنا على داولود هنزل لنا نسخة الماك ولكن الحساب المجاني إنك تعمل حساب مجاني ما كانش فيه ميزة إنك تسمع على الويب يعني كان دايماً الميزة دي للمشتركين بتوع بوكت كاست بلاص إنما حالياً الميزة دي تفتحت لكل الناس يعني صديقي تقدر تسمع البودكاست بتاعك على الموبايل الأندرويد وعلى الايفون وعلى الويندوز وعلى الماك وعلى المتصفح الميزة بتاعت المتصفح دي ما كنتش مدعومة ولكن حالياً أصبحت مدعومة فهسب لكم رابط تطبيق ده لأنه شايفوا من أفضل تطبيقات البودكاست المجانية اللي تقدر تعتمد عليها طبعاً فيه باقة يعني مدفوعة عندهم تشفر معه باقي المزايا دي فأعمل حساب خش بقى إيه ضيف قنوات البودكاست اللي بتتبحها وتابع البودكاست بتاعك بدون أي مشاكل لو أنت احتاجت المزايا الزيادة دي ممكن تشترك بقى اشتراك سنة أو حاجة ولكن أنا بالنسبة لي صراحة يعني أنا بستخدم الحساب المجاني ومبسوط جداً معاه ومع الميزة كمان بتاعت يعني الويب دي صراحة ميزة برضو يعني شفها ممتازة وخامس تطبيق معانا هو من التطبيقات الظريفة يعني اللي ممكن تشوفها جده وتقعد تدحك لأن التطبيق ده بيشتغل في المينيو بار وزي ما انتو شايفين فيه عيون موجودة فيه هنا لو جيت ناحية الشمال بيروح مع مؤشر الموس جيت ناحية اليمين بيروح مع مؤشر الموس أنا صراحة مش عارف ممكن تستفيد منه إزاي ولكن أنا عرضته هنا في الفيديو ده عشان المطور نفسه المطور سيندري سورهس صراحة من المطورين المبدعين جدا على الماكستور أو على نظام أبل عموما وكمان أغلب التطبيقات بتاعته كانت مجانية واتكلمت عنها بل كده أكتر من مرة وكنت دايما بقول لما تلاقي تطبيق مجاني على الأبستور نزله وبعد كده ممكن تحزفه أو تلغي تنزيل لأنه ممكن في لحظة المطور يغير سعره ويخليه بدل ما هو مجاني يبقى مدفوع ففي الحالة دي لو انت نزلته وانت كده كينك اشتريت التطبيق فمهما غير سعره انت خلاص كده ايه حصلت وكينك اشتريت فزي ما انتوا شايفين هنا مثلا صفحة المطور هتلاقي هنا تطبيقات كتيرة جدا يعني مثلا تطبيق إيكو ده ده مجاني تماما واغلب التطبيقات اللي هنا كانت مجانية تماما ولكن انت لو دخلت دلوقات على تطبيق إيكو هتلاقي تقريبا بعشرين دولار أو حاجة فعشان كده لما تلاقي تطبيق مجاني زي التطبيقات اللي شرحناها النهاردة دي في أول الحلقة زي التطبيق ده وكمان التطبيق ده وكمان التطبيق بتاع جام رود التطبيق دي مجانية حاليا ممكن فيلاحظ التطبيق دي تبقى بفلوس فيعني احفظ حقك ويعني نزل التطبيق عندك وضمن ان انت حصلته بالمجان وبس كده كل الروابط دي هسيبقى لكم تحت في ديسكريبشن لا تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده واشتركوا في القناة وتفعل الجرس وتشاركونا برايكم تحت في التعليقات كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام